شهد المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد سلطان محافظة الأسكندرية توقيع عدد من الاتفاقيات على هامش مؤتمر موك 2018 المنعقد حاليا بالأسكندرية حيث وقعت الشركة المصرية القابدة للغازات الطبيعية إيجاز وشركة جنوب الوادي المصرية القابدة للبترول وشركة تيوتا سوتشو اليابانية اتفاقية لشراء وتملق جهاز حفر بحري جديد ذي إمكانيات وتقنيات عالية يعمل في المياه العميقة باستثمارات حوالي 600 مليون دولار كما تم توقيع اتفاقيتين منفصلتين بين وزارة البترول وشركتين هالي بيرتون العالمية سي جي جي الفرنسية وذلك بغرض إنجاز مشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية ذلك استكمالا لاتفاقية التفاهم التي تم توقيعها مع شركة تشليم جر العالمية في فبراير الماضي